موسيقى حياكم الله من جديد في حلقة جديدة من برنامج مسائي في الأسبوع الخليجي بخفر السواحل رح نستضيف كل من الرائد البحري مساعد الشطي من الكويت والعقيد عارف بعسلي من البحرين والملازم محمد المري من قطر ونتعرف مع بعض عن أهداف هذا التجمع الخليجي الخاص بخفر السواحل وما هي الأنشطة والفعاليات التي يقوم عليها هذا الملتقى الخليجي أما في محطتنا الأولى بيكون لنا حوار حول فعالية استطلاع عراء المواطنين من موظفي الدولة حول توحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وضوابط شغل الوظائف العامة والقيادية وتفاصيل هذا الموضوع مع ضيفنا الكريم وسعادة النائب في مجلس الأمة الكويتي ورئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمة السيد يعقوب عبد المحسن الصانع أبو يوسف المسيح عليكم الخير مساك الله بالخير أنا سعيد وياك طبعا نتشرف بوجودك وفي البداية نتكلم عن هذه اللجنة هناك لجان كثيرة وعديدة في مجلس الأمة ولكن قد يجهل بعض أهمية ودور هذه اللجان واحدة من اللجان هي لجنة تنمية الموارد البشرية إذا ممكن تكلمنا عنها بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعين شاكر لك هذه الاستضافة الله يسلم ابتداء لجنة تنمية الموارد البشرية هذه أول لجنة في تاريخ مجالس الأمة المتعاقبة لأول مرة تكون لجنة مؤقتة تدعى لجنة تنمية الموارد البشرية نعم كانت الفكرة التي تقدمت فيها إلى زملاء النواب بأن اليوم هناك عدة لجان أيضا مهمة لكن لا بد أن نعتني في الإنسان الكويتي وبناء شخصية الإنسان الكويتي ونعتقد بأن اليوم هذه اللجنة لما تعطي أساس متين لبناء مهارات الإنسان الكويتي بشتى مجالات والقطاعات سواء القطاع الخاص والقطاع العام أو حتى المهارات الخاصة للطلبة العباقرة، الفنانين، المفكرين كل ما يخطر على بالك ممكن أن يدخل في اختصاص بناء شخصية الإنسان الكويتي امتظة نحن كنا في السابق في سنوات السبعينات وأوائل الثمانينات كنا نتميز إذا تبتكلم بالفكر عندنا مجلة العربي كانت رائدة على مستوى العالم لما تتكلم بالفن كنا رواد الفن لما كنا نتكلم بالرياضة كنا رواد الرياضة لما كنا نتكلم أيضا في السياسة كنا رواد في السياسة ليش لأنه كان هناك كل واحد مبدع في اختصاصه الآن الغالبية للأسف الشديد كلهم هم متجهين إلى جانب سياسة اللي له واللي ما له رايح متجه إلى السياسة أنا ما لومهم أنا لوم قد يكون هناك أخطاء من قبل السلطة التنفيذية في كيفية توجيه هذه المهارات وهذه الكفاءات نحو ما يكون يتميز فيه الإنسان لابد أن كل إنسان عنده مهارات معينة هناك الرياضي وهناك الفنان وهناك المفكر وهناك المبدع وهناك من يصنع إنزين وعنده براءات اختراع أنا الأوان أننا نترجم هذه الأمور ليس من المقبول أن تكون حياتنا فقط حراك سياسي فقط صراع فقط جدل بيننا وبين الأطراف لذلك بدأت هذه الفكرة ونميتها مع زملاء النواب وأقنعتهم بأن اليوم من المهم بمكان كيفية بناء الإنسان الكويتي إذا في الوقت الحالي من الصعب أن نبني شخصية شخص نضج وعلى الأقل نبدأ في الجيل الجديد مخرجات التعليم ووظائف الجديدة لابد أن نغير النمط الذي نمر الآن فيه لابد أن تكون لدينا استراتيجية في الجيل القادم لأن الجيل الحالي والذي أكبر منه في السن خلاص يعني مر بتجربته وسواء كانت الإيجابية أو السلبية لكن مر الآن في تجربته يظل الكويتي حتى هذه اللحظة بأمانة ولا أمدح ابن جلدتي لكن بأمانة الكويتي مميز في أغلب دول العالم لكن ينقصه كيفية وضعه في المكان الذي يستحقه الكويتي انظلم ظلم كبير في وظيفته في حتى رزقه لذلك صار فيه نسبة الأحباط عنده كبيرة طيب هل ننمي هذا الأحباط من خلال فقط توضيح صورة الانتقاد أو ننمي العمل والأمل حتى نستطيع أن تكون نسبة الأمل في العمل والإنجاز أكبر بكثير من الأحباط هذا دور الفلسفي للجنة تنمية الموارد البشرية الآن هناك أهداف أكيد أخرى هي على واقع العملي حتى لا يكون الكلام فقط إنشائي ما أنا بنتكلم عن الأهداف قبل أن تكلم عن الإختصاصات الأساسية لهذه اللجنة اليوم من أهمها أنا عشان أبني إنسان كويتي وموظف على سبيل المثال منتج أول شيء لازم أنا أخليه يشعر بالرضا شون يشعر بالرضا شون أنا أخريج حقوق دخلت في وزارة معينة يعطوني ألف دينار زميلي اللي أنا درجتي أعلى منه في الجامعة وهو معاي بنفس في الكلاس نفسه راح جهة أخرى راتب ألفين دينار شون يكون شعوري شون تكون انتاجي أكيد بس عرضت شون هنا قيسها على المهندس وعلى الدبلوم كثير من الوزارات اللي يحانون ويتكلمون في الموضوع هذا جانب أخذ الجانب الآخر أنا أرى مثلا موظف وملتزم من الصبح للظهر والتزام وعمل وتميز وفي حين الشخص اللي ما يداوم يأخذ تقدير امتياز وأنا كوني أني أشتغل أخذ تقدير مثلا جيد جدا ماهو طبيعي لأنه أنا أشتغل أكيد راح تصير فيه أخطاء اللي ما يشتغل ومو مداوم يأخذ امتياز إذن هذا النوع من أنواع أيضا الإحباط ما راح يكون تقديري نفس تقدير الشخص اللي ما يشتغل قيسها على مواضيع أخرى على سبيل المثال مكافأة تهاية الخدمة اليوم أنا أعمل في قطاع معين وأشتغل ومضيت زهرة شبابي ثلاثين سنة وبعد ذلك قلت لي سلام عليكم ما أخذ دينار واحد في حين واحد قد يكون عمل أقل مني في قطاع آخر بس نهاية مكافأة نهاية الخدمة تصل من الرواتب الحكومية لا أنا أعطيك في بعض القطاعات الحكومية والأهلية مثل التأمينات الاجتماعية الهيئة العامة الاستثمار طبعا العمل في القطاع النفطي بالنهاية هذه كلها مؤسسات ترجع للدولة وتتبع الدولة لذلك اليوم هذه كلها تحتاج أن نخترق هذا الطريق الصعب والوعر أنا أعلم تماما نحن فلسفة مجلسنا دائما نختار القضايا التي تلامس هموم المواطن ولا ندغدغ مشاعر بإصدار تشريع معين شعبوي وبالتالي يأتي بالوبال على سبيل المثال اليوم الكوادر وطريقتها يعني اليوم لو أي واحد يدخل موسوعة ويكبيديا بالنسبة لكويت وطريقة توزيع الرواتب وطريقة فيه علامة استفهام كبيرة بالنسبة لنا لماذا؟ كل واحد طلع فيه مظاهرة أو شيء أعطوه واللي محترم نفسه وقاعد ويؤدي عمله بعض القطاعات ما أعطوهم فصار فيه خلل في حتى موضوع البدلات والكوادر إلى آخر هذه الأمور أنا الأوان أن نقتحم هذا الموضوع لذلك اليوم من أهم اختصاصات لجنة تنمية الموارد البشرية أولا وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة والإشرافية والقيادية لا بد أن تكون وظائف معينة يعني آلية وضوابط على سبيل المثال هل نكتفي فقط في الشهادة؟ لا هل نكتفي فقط في الأداء والعمل؟ لا لأنه قد يكون ما عنده الليدرشيب ما عنده الشخصية القيادية التي تأهل أن يقود لذلك هذه كلها أمور ما عنده المهارات السكيلز شون أنا أنمي مهاراتي أولا رح تحتوي الكويت كلها يعني في هذه الدراسة لذلك هذا اللي احنا الآن قاعدين نقوم ونخترقه الآن احنا بدأنا نشتغل في هذا الموضوع بدأنا نعمل شيء اسم البديل الاستراتيجي مع الأخوة في ديوان الخدمة المدنية وكافة قطاعات الدولة الأمانة العامة للتخطيط هذا الموضوع البديل الاستراتيجي ما رح يأخذ يعني ما رح ينتهي اليوم ما رح ينتهي في دور الانعقاد هذا لكن احنا ممكن ننهي موضوع مكافأة نهاية الخدمة لذلك اليوم احنا عندنا يوم الخميس إذا الله أحيانا بوث موجود في الأفنيوز حتى نستطلع آراء المواطنين ونقف على ما يرغبون فيه وما يحقق مصلحتهم حتى ما نقلت نقف شرايك نقف ويا بعض إن شاء الله نطلع أفريك وراجعين معه يعقوب الصانع مع النائب يعقوب الصانع وتكلمنا عن سلم الرواتب وتوحيد سلم الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة وكلمنا عن أمور جميلة جدا يعني ستدرج على جدول أعمالكم في اللجنة لتنمية الموارد البشرية وقفنا عند موضوع الإعلان أو أخذ رأي المواطنين حول توحيد سلم الرواتب أي موضوع حساس مثل هذا لا يمكن أنك أنت تصدر تشريع يلامس حقوق الموظفين بدون ما تستطلع آراءهم وأخذ استبيانات دقيقة من شرائح مختلفة وتمارس أساليب البحث العلمي وفق المنهج الوصفي اليوم مشكلتنا كانت في السابق أن تصدر تشريعات لا تكون مبنية على أساس علمي ولا فيها منهجية وهذا ما سبب وصولنا إلى ما وصلنا إليه من تفاوت كبير في الرواتب في الكوادر في العلاوات في التوصيف الوظيفي حتى هذه اللحظة لا لدينا توصيف وظيفي حقيقي لذلك اليوم مهم جدا أن نستطلع آراء الناس البعض حاول ينتقد هذه الفكرة وأن أنتم لا تحتاجون إلى استطلاع آراء الناس أنا أقول لهم رئيس الوزراء النرويجي يعني من أكثر دول العالم النرويج من أكثر دول العالم تطورا ساك تكسي ويأخذ ويستطلع آراء الناس نحن نقوم بعمل يلامس حقوق الموظفين يعني لو صدرنا تشريع ومثل ما قلت لك على سبيل المثال اليوم الفكرة المنطقي يقول في بعض الدول الأخرى لو أنا بيب قانون وحطه على الكويت أن يستقطع 2.5% من راتب الموظف و 7.5% التأمينات تدفعه أو الدولة كان الانتقاد على هذه المسألة؟ لا 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 ليس تستطلع آراء الناس طبعا هذا كلام يعني مضحك لازم أخذ رأيهم يعني تحب كي الدراسة راح تتم يعني داخل مجلس الأمة بشراء قانون و أعطيك الحين أسباب أنا ليس لازم أستطلع آراء الناس اليوم عندي أنا قانون مقترح يقول فيه أستقطع منك 2.5% بعدين أعطيك 10% بعد ما يحل موعد تقاعدك أعطيك مكافأة نهاية الخدمة 10% اللوجيك والمنطق يقول أنه أنت مستفيد لكن في ناس مثلا راتب ألف دينار أو ألف و خمسمية و عندهم قلناها بالاستراحة دونة بالفاصل ممكن أنا عندي قروض الـ 25 دينار هذه تأثر علي تأثير كبير لذلك اليوم أنا لما أخذ استطلاع آراء الناس و أشوف هل هذه البثلة هالنسبة هذه الصغيرة تأثر عليك هل أقللها هل أعفيها و أخليها بعدين يعني يتم استقطاعها بعد ما يسلمونك مكافأة نهاية الخدمة هذه أهميتها هذا جانب توحيد سلم الرواتب اليوم أنا لازم أستطلع الآراء هل أنا أبدأ في أخذ آراء الناس في موضوع التوحيد على الراتب الأصلي أو الراتب شامل البدلات و الكوادر و إلى آخر هذه الأمور أيضا لابد أن أنا أشوف آراء الناس وفق أساليب البحث العلمي نزين عملية وضع معايير في الوظائف العامة والإشرافية والقيادية على سبيل المثال اليوم أنت تعرف أتيك بعض القيادين البراشوتيين إيك واحد أنت مثلا قاعد صار لك 20 سنة هل هو البراشوتيين إيه إسقاط إيك تذي أنت قاعد صار لك 20 سنة طموحك أنك أنت تصير وكيل مساعد مثلا أو مدير إدارة إيه الوزير إيه مجموعته أحط وكيل وزارة أو أحط وكيل مساعد وإنت صار لك 20 أو 25 أمل لك أنك أنت تأخذ هذا المنصب لأن أنت ابن الوزارة إذن هل هذا مقبول عند الناس أنه يأتي لما تسأل الوزير يقول لك إيه أنا أحتاج إلى كفاءة عالية و أنا ما وجدتها في الوزارة هذا سؤال هذا إجابة أنا بعرف ردود الناس هل تقبل في هذا الموضوع أنه يقيادي منبرة و هل يعقل أن قطاع وزارة بهذا الحجم و هالأعداد أغلب التبمر بيوسف يكون بهذا الصدد يعني إحنا عندنا مثلا قياديين الناس تقول والله فلان ما يستحق هذا المنصب بالمفروض أنه يعني يأخذ أكفأ منه و الكفاءات قاعد تنتهي بالكويت الكفاءات قاعد تغادر الكويت المشاريع واكفة يعني هذا دائما ما نسمعها هل توحيد سلم الرواتب و توحيد أو مكافأة نهاية الخدمة و الاستقطاع الاثنين و نص أو و تفر ممكن أن يكون هذا الاستقطاع على قيمة راتب الشخص و المواطن نفسه راح يوصلنا لنتيجة ترضي الموظفين و عدم تذمرهم من آلية التوظيف و غيره و ما هي العلاقة بين آلية التوظيف و توحيد سلم الرواتب ايه شوف أشكرك على السؤال خلينا نقسم البديل الاستراتيجي يشمل الآتي توحيد سلم الرواتب الوظيفية و وضع ضوابط و معايير للوظائف العامة و الإشرافية و القيادية و أيضا كيفية اختيار أصحاب المهارات ضوابط معينة و فيها أيضا جهاز اسمه قياس الأداء الوظيفي هذا الجهاز مهم جدا يرصد قياس الأداء الوظيفي مكافأة ناهية الخدمة هذا موضوع آخر مكافأة ناهية الخدمة ما لا علاقة في البديل الاستراتيجي لكن أيضا هناك مساواة يقول لك أنا تعال اليوم لماذا أنا في القطاع الفلاني يأخذ مكافأة مثلا العسكري العسكري يعني في السنوات الأخيرة عودوا العسكريين أن يعطونهم بكيج عشان يتقاعد عرفت شون و مبالغ باهظة 100 ألف و 150 و 200 ألف إلى آخر هذه المبالغ عاد لدينا عسكر بعد شوي يكونوا ضيوف في البرنامج لا يتعلون لا لا عليهم بالعافية لكن أنا قاعد أقول لك اليوم يقول لك أنا أيضا أتعب شأن شأن العسكري و على سبيل المثال اليوم مثلا أنا مدني أعمل في وزارة الداخلية وأقوم قد أكون بعمل يفوق عمل العسكري أو أنا مدني في وزارة الدفاع وأقوم بعمل قد يفوق عمل العسكري ليش ما استحق و قيسها على بقية القطاعات الحكومية لذلك اليوم هذا الموضوع حتى من الناحية الدستورية يجب يعني القطع فيه مسألة المساواة هذه مسألة أعتقد تركت غصة في لدى الشباب الكويتي لأن اليوم أهم شيء مهما ما كنت أنت مرتاح ماديا وترى أنك أنت مغبون يعني وأنت تستحق راتب أفضل من قطاع آخر راتب زميل لك في قطاع آخر أو على الأقل المفروض تكون نفس مستوى هذه لابد أن نخوضها لذلك إحنا الآن بدأنا رحلة الألف ميل في هذا الموضوع في شيء يعني سهل وأوعد في أهل الكويت أنه في دور لانعقاد الحالي أنا رح أنتهي من التقرير الخاص في مكافأة نهاية الخدمة أما موضوع البديل الاستراتيجي لا يبيل لشغل يبيل لعمل مضني فترة الصيف هذه رح نشتغل فيه اليوم عندنا ديوان الخدمة المدنية الجهاز المركزي للإحصاء الأمانة العامة للتخطيط الأخوة في الجمعية الاقتصادية لأنه أيضا مهم جدا أنه نعتنف ونهتم في القطاع الخاص وشون نمي مخرجات التعليم للاتجاه إلى القطاع الخاص أيضا الهيكلة برنامج إعادة الهيكلة كل هؤلاء الآن قاعدين يشتغلون بخلية نحل في اتجاه وضع آلية لتوحيد سلم الرواتب والبديل الاستراتيجي والله نقول أعسى الله يوفقكم وإن شاء الله نشوف هالبادرة هذه على عرض الواقع تطبق بما يرضي الناس وارضاء الناس غاية لا تدرك ويمكن أنت لمستها في البداية الأولى والبوادر الأولى اللي يمكن استأثن بعض التعليقات والانتقادات على مثل طرح هذه أو هذا المقترح بقانون لتقديمه لمجلس الأمة كمشروع قانون وأيضا نحن نتمنى من الناس وأنت مستمع جيد أنا قاعد أشوفك وأنا قاعد ألاحظ أن من بداية تأيتك وأنت قاعد تسألو فينا قبل الهواء قاعد تتكلم عن موضوع ردود أفعال الناس إذن أنت تريد رأي الناس وهمك رأي المواطن الكويتي بشكل مختصر رسالتها يتوجهها أثناء بداية هذا المشاكل شوف نحن بإذن الرحمن إن شاء الله راح يكون يوم الخميس وعلى أعلى المستويات راح يكون هذا الموضوع ما أخذ حاصلة في المقابل عندنا حملة اسمها حملة يا يا حملة شبابية اسمها حملة الأكفأ أولى هذه حملة الأكفأ أولى راح يكون فيها بنق معلومات يخزن كل قطاع وكل تخصص أفضل أمية شخص عنده مهارات وكفاءات من الكويتين حملة الأكفأ أولى الهدف منها توصيل رسالة إن الكويت بخير فيها كفاءات من تبي تختار في أي اختصاص راح تلقاه فحملوني أمانة بحملة الأكفأ أو لو راح يسوين مؤتمر في رجنسي في نص شهر ستة الهدف من هذه الحملة راح تكون حملة مستمرة مثل حملة غراس حملات الأخرى أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب وأن يتم الاهتمام بالكفاءات لذلك أنا أيضا من هذا المنظر أوجه تحية لحملة الأكفأ أولى لأن يهمنا نحن كرجال دولة أن ننمي من لديهم الكفاءات ومن لديهم الطموح وأن يكون عندهم نقاط مضيئة للعمل ورفع راية العمل الدعوة عامة أكيد يعني في التجمعين سواء كان للاستطلاع الرأي حول سلم الوظيفة ومكافأة تحية الخدمة وأيضا حملة الأكفأ أولى أيضا دعوة عامة وبنهي الكلمتين اللي بقولهم بقول كفانا تذمر خلنا نشتغل بسعد يعطيك العافية أبو يوسف رئيس مجلس رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية في مجلس الأمم الكويتي السيد يعقوب عبد المحسين الصانع بالانتظار تخفر السواحل بعد الفاصل بسمك مشاهدنا الكريم نرحب خفر السواحل طبعا بداية مع العقيد عارف أبو عسلي أنا ترى غلط بسمك قبل شوي أبو عسلي من البحرين أساعدين جدا منتشرف فيك الله يسرم طبعا الرائد البحري مساعد الشطة من الكويت سيدين جدا نتشرف فيك الله يسلم والملازم محمد المري من قطر سيدين جدا بوجودكم وفي البداية أنا بنتعرف إياكم على الأسبوع الخليجي اللي خفر السواحل وما هي أهدافه وطبعا أبي أبدي بالتراتب العسكري اللي موجود عندكم مع العقيد فضلا نعم تطبيقا لقرارات وزراء معالي وزراء الداخلية بمجلس التعاون الخليجي في نشر التوعية لرواد البحر وكذلك معرفتهم بأمور السلام البحرية فوجودنا في بلد الكويت على هذا هي بتعتبر أول خطوة من الأسبوع لخفر السواحل وإن شاء الله يكون استمرارية فيه في السنوات الغادمة فهذه يعني شيء جيد أننا نكون على التواصل دائما وعلى التقارب فيما بيننا في نقل الخبرات الموجودة في دول المجلس وفي النهاية له المستفيد الأول والأخير وهو المواطن الخليجي أكيد فهذه شيء جيد أننا نكون بأرض الكويت وإحنا صراحة يعني بداية المفوضة أبد أن أنا أشكر دولة الكويت على حسن استقبال بالطيافة التي قاموا بهذه الجماعة واجب أكيد في خفر السواحل طبعا في البداية أيضا بنتكلم عن أهم النقاط التي تطرحونها راعد مساعد في اجتماعاتكم التي تسوونها نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية لدينا توجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية سيدي الشيخ محمد الخالد الصباح وكذلك وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمال فهد بأن تكون هذا الأسبوع مليئ بالتوعية لرواد البحر وكذلك في إبراز دور مهام ومهام الإدارة العامة لخفر السواحل سواء بالكويت أو بالخليج وذلك لدينا أكثر من فعالية سواء بالمدارس وفي الجامعات وفي البحر نفسه رواد البحر نفسهم ونعلمهم ونوريهم الأسلوب السليم في التعامل مع البحر والدخول للبحر سواء نشاطات السباحة أو الصيد أو ما شابه من هذه الأمور ممتاز ممتاز ما استفدت ملازم محمد من هذا التجمع و هذا التواجد في الكويت بسم الله الرحمن الرحيم في البداية وأخي العقيد عارف ما قصر بالشكر لكويت كفه ووفه الحمد لله وهذا الشيء بالعكس الكويت دائما صباقة في هذه الأشياء معنى هي السنة الأولى في الأمن السواحل الأمن السلامة والبيئة وهو تبادل خبرات من طلق التعاون من مجل التعاون كفنا خبرات من البحرين و من الكويت و من السعودية و أشقنا في الإمارات كفنا خبرات مننا حتى تبادل المعلومات من دورات التدريبية و الأمن والسلامة عندهم و ما هو النظام الأمن والسلامة من وين و نحن تبادل معهم و تسلسوا بشياء من عندنا ممتاز ممتاز عقيد أيضا نبين تكلم عن نظام حماية البيئة البحرية بشكل عام وأكيد انطرحت على جدول أو على متابعاتكم في الاجتماعات نعم طبعا هو الموضوع الاختيار كان في محلة سلامة البيئة البحرية هذا الموضوع الأسبوع فنحتاج حق هذه هذه التوعية أن تكون في كل دول الخليج و أهمها المواطن طبعا لازم هو يحافظ على البيئة البحرية سوى كان في الرحلات اللي يقوم بها في البحر سوى كان وسائل الصيل اللي يستخدمها طبعا هذه كلها هي تدخل في حماية البيئة البحرية نعم أيضا هناك تمارين يعني رائد يعني ممكن أنتوا تسوونها بس بغيت أسأل هل تمارين هذا راح تكون في مكان مراكز العمل ولا خارجية والحقيقة تمارين متنوع بشكل كبير يعني هناك تمارين أكاديمية وفي تمارين داخل قاعدة صباع الأحمد لخفر السواحل وفي تمارين في البحر نفسه في الميدان نفسه فنحن تنوع التمارين مع خفر السواحل الخليجي بالعموم وفي تمارين مع القوة البحرية وفي تمارين مع دول عديدة كلها في سبيل أن نرفع مستوى الأداء الوظيفي للقوة يعني داخليا وخارجيا يعني حتى في مراكز العمل ممكن تكون في تمارين لخفر السواحل صحيح تكون تمارين واحدة بين دول الخليج كلها أم تختلف من دولة الإيطانية؟ تختلف الحقيقة على أساس كل دولة لها احتياجات مختلفة في مثلا سلطانة عمان تطلع على محيط لذلك احتياجاتها يمكن تختلف عن احتياجات الكويت اللي عندنا المياه شوية ضحلة فاحتياجاتهم غير عن احتياجاتنا احنا تختلف تقريبا بشكل بسيط الله يعينكم وقعدتكم في البحر فترات طويلة طبعا هذا كله أداء وظيفي و هذا أداء وطني يعني أنت قاعد تقدمه وقاعد تخدم فيه كل مواطن وقاعد تحمي فيه أيضا البيئة والمواطن و كثير من الأمور ولكن لا بد أن هذه الأمور تمر بأخطار ناجمة عن وجودك في البحر سواء من العواصف اللي موجودة البيئة البحرية سواء من أي إشكال يمكن تقع في البحر ماذا تتعاملون معها؟ نحن عندنا لا تحاتي إلا نحن إن شاء الله ندربين و نأخذين دورات و جاهزين معداتنا و كل شغلنا نحن نحاتي المواطن و المقيم و الرواد البحر يعني وايد منهم بدون تأهيل بدون علم بدون دراية مرات يحدث شيء يمع و يلا خذ نطلع هذا الإنحاتي نحن من أول ما ندربين و مستخسر عن نفس البلاغ مستخسر أن يدرك تليفون يقولون أن ترعنا طالب نعم الحقيقة أننا عكس المرور المرور يقول لك أجل إتصالك نحن نقول سبق إتصالك لأن لو تقول تبلغ أصحابك و تبلغ الإدار العامل الخفر السواء لأنك رايح إلى المكان و ترجع إلى الساعة يمكن هذا الإتصال ينقذ حياتك نعم مشكلة بالحداقة يجب أن يزرق يجب أن يذهب إلى مكان مني أو أنك ممنوع من أحد يبي صيده يجب أن يدوره يجب أن يدوره صحيح هل لديكم مثل هذه الأمور التامة؟ نعم لدينا مركز تدريب قسم التدريب و التأهيل أي شخص مجند يتخرج من محدة الشرطة نسقلها لدينا كما قال أخي الرائد لدينا جانب أكاديمي و تعليمي بجميع أنواع العلام العلام الأحمر معناها ممنوع السباحة و أن نتمنى أخيمان المواطنين أنهم يقرون الإرسدات التي نضعها على البحر لا ينزل بطرادة و لا يتذكر للوحة التي نضعها يعني شكبور لكن نحن نعذرهم نعم و على سلمك لدينا تكادم الميداني و فيه معدونا الشيغة لدينا في السعودية يعني نطر شناس هناك و فيه في الكويت تقلت زوارق و فيه بريطانيا و فيه أمريكا نحن الحمد لله نحاول أن نطور الكادر لكي يواقبون نعرف أن نطور تطور المستمر و نطور ربعنا لكي نكون على الحدث أيضا عقيد التطور التكنولوجي الذي موجود يمكن أن يسهل عليكم أمور كثيرة بالنسبة لخفر السواحل نعم هناك رصد هدف معين أو رصد أي مشكلة ممكن أن تحدث أو تقع في المياه سواء كانت مشكلة لمواطن مشكلة لغريق مشكلة لتعدي على بيئة بحرية مشكلة لتعدي من الخارج فأكيد التكنولوجيا لها أثر كبير في تسهيل هذه الأمور عليكم نعم بالنسبة للمملكة البحرين طبعا نحن عندنا في خفر السواحل المنظومة الرادارية مستوها عالي جدا في رص الأهداف بالإضافة إلى الاتصال بين النقاط البحرية والمراكز البحرية كذلك فهذه المنظومة بعد حال حال بقية الدول الخليج هي كل دول الخليج حاولت أنها تطور من المنظومة الرادارية الموجودة وهذه طبعا تساعدها في رصد الأهداف وكذلك بالنسبة حق الرواد البحر تحركاتهم في المياه الإقليمية فكلها تصب في خدمة الموارد هل لديكم عناد؟ نعم أنا صراحة تفاجعت بالمنظومة الرادارية في خفر السواحل في دولة الكويت جدا متطورة أنا أتكلم عن عناد الحداقة نفسهم نحن عندنا عناد الحداقة يريد شيء مكان على كيف؟ المهم أن أنا أنزل هذه القوعة الحداقة يفكر في الاسم لا يفكر في شيء ثاني وعندها همشي نيصيد وليس بالقانون بالنظام لكن لدينا دور كبير بعد وكذلك كجهة إعلامية سواء كانت بالمسموعة أو المرئية في نقل الثقافة المواطني فأنا أتوقع أنتوا بعد قامين بدور كبير بهذا والله نقوم بالدور ونوصل للرسائل دائما حق المواطنين نديروا بالكم يا جماعة المكان هذا خطر المكان هذا في مشكلة المكان هذا ممسموح الصيد فيه دائما خفر السواحل فيه تواصل فيه تواصل من إنقاذ البحري أيضا فيه أمور كثيرة نحاول أن نركز عليها ولكن أيضا هناك بعض الشخصيات لحياة الليمن تنادي لهم بعض الأفراد لا نستطيع أن نعم كافة المجتمع الكويتي أو كافة العداقة بشكل عام يمكن أن تشاركني الموضوع والعقيد بهذا الموضوع بأن هناك بعض من يستوعب هذه الفكرة وهناك البعض الآخر قد يقع في المشكلة يقول يا ليتني ما سويت والله إحنا أخي سالم نحن عندنا عادات مشتركة وعندنا نفس الأفكار و الكويت ديرها صغيرة و الخليج عموما لكن لو نقول أمريكا من كل مكان ناس أشكال و أنواع حتى يمكن لغات مختلفة لكن يحكمهم القانون أنت تنفذ القانون على الجميع سواء أن هو مهمل لدوره أو أنه ملتزم دوره فإذا هو ملتزم خلاص نحن أدل عليه و نحن خفف من العب الذي نحن شاهدينه لكن إذا هو مستهتر أو عنده مهم أو أهم شيء يصيد فهنا هناك قانون و نحن نطبق القانون و لا يوجد تفرق ملتزم في القانون و على عينه و على رأسنا و لا يتزم في القانون لديك عقوبات و ستنفذ ذلك أنزم مجموعة الفعاليات التي ستطير عندكم في هذا الأسبوع نعم نحن الأمانة الأسبوع تدري خمس يام بسرعة بسرعة لدينا محاضرات توعوية في مدارس مختلف مناطق الكويت و نعم في كليات و لدينا باتشر بوث و ندوة في الكلية الإسرائيلية و كذلك جولات بحرية و وزعنا برشارات لرواد البحر في المناطق الشمالية و لدينا باتشر جولة في المناطق الجنوبية ما هي أهم رسالة ممكن أن توجه للأفراد المواطنين الخليج بشكل عام منك ملازم محمد أتمنى من أخوان المواطنين في دميع مدارس التعاون التقيد بالأمن و السلامة حتى لو كان عندك خبرة في المكان لا يقول أنا لا أعلم ما يحدث في الجو جونات متقلب و خاصة أن الصيف جاي و أنتعرف الخليج معروفين يحبهم للبحر أتمنى أن يتقيدون بالتعليمات نحن لا يوقفنا في هذا المكان إلا لخدمتهم و لا نقيد حريتهم بالعكس نحن معهم و يضعون نقاط لنا يسجل في طلعته و يعلمنا من يرجع لكي نتطمن عليه قدر الله حتى لو كان يجهز نفسه معبي ديزل معبي بترول يمكن أن يبندت تعطلت عليه من حسب الوقت الذي طلع من عندنا و قال الوقت الذي يرجع فيه نعم نعم و نعرف الهدف المكان و يحدد المكان الذي هو رايح له لكي ننتعرف البحر و يسحب الموج يمكن أن يسحب لها دولة مجاولة ثانية و عقبة يحسب لها دولة ثانية و يدخل مياه قليمية و يدخل مشاكل مياه قليمية نعم و بعد ذلك يلتزم بالتحذيرات يعني قبل منزل البحر يتأكد من الرصاد الجوية و يتغيّد بالتعليمات خبر السواحل و بعد ذلك عندنا سألنا العوائل يعني يحترم خصوصيات العوائل خاصة هذه السكوترات يعني يحترمون العوائل مهما كان هذا الهلك و حين مجتمع محافظ و عدات و ثقاليد و عندك المسافات المسموحة لها 300 متر على الشاطئ و يعني يلتزم يعني شوف دورية يعني دولة حضر يعني فيها إعلام نحطها تنبيهية نفس العام الأحمر نفس العام الأحمر نفس العام الأحمر و عندك الأطفال هذة لازم تلافسه اللافت جاكت حتى لو كانت موجة تقريب منه يعني احتمال تسهب التلفون أو أن يأتيك صديق لك و تنسى ولدك فالغرق يعني أقل من دقية خلاص صحيح و نحن بالأكس نتمنى منهم أنهم ينظرون محمد الجد و الصيف جاي ملازم محمد المري من قطر كل الشكر لك أسلام الله و يعطيك العافية يعني على اللي قلتها و على وجودكم يعني وأيضا العقيد أعرف الله يسلمك و أخليك أعرف أبو عسلي من البحرين من المملكة الشقيقة كله شكر على تواجدكم و الرائد أيضا مساعد الشطي من الكويت أعطيكم العافية على هذا التواجد و تشرفنا فيكم إن شاء الله يكون أسبوع خليجي لخفر السواحل وأيضا قلت لي أنت المسمى الثاني حرس الحدود نعم يسمون خفر السواحل في دول الخليج في دول الخليج أعطيكم ألف عافية الله عافية يعني أنتم الحصن الحصين و الحامي يعني للمواطنين و أنتم الخير لبركة الله يسلم طول لهم و أنتم مقبلين عند المواطنين أكثر مننا نحن نتعرف الأمن قناة الرائمة أخبت الرائمة اشتروا على خفل المواطن الكويتي و المقيم الكويتي دائما نحن في صدارة في مثل هذه المواضيع التي تهم الناس و نوعيها و نحاول أن نحن نقدر المستطاع يا جماعة حاولوا تفهمون و نوصل المعلومة و لكن بعض الأمور قد لا تصل و نحن نجتهد و إياكم و تضافر الجهود و هو الذي وصلنا لنتجة نتمنى ببرنامجكم أن تسمع وزارة التربية التعليم أو التعليم العالي أن يضع الأمن و السلامة في مدى رسوب أو النجاح في الثانوية العامة لأنها سن المراهقة سن المراهقة يجب أن تحكمها في هذا الأمن و السلامة رسوب أو نجاح عشان يفتزمون و يحفظون يمكن نسبة الرسوب راح تكون عالية لا إن شاء الله إن شاء الله مدام فيها معدل و فيها نسبة طول لأمرك الله يسلمك كل شكرا لكم و إن شاء الله أعطيكم ألف عام الله يسلمك و أصل يأخذنا منكم متواصلين في مساء كاميرا الراي تواجدت في غران ديفينيو و غطينا معرض من إنجازات ذوي الإعاقة الراقي و الرائع بحضور و رعاية الدكتور جاسم التمار مدير عام الهيئة العامة لشؤون المعاقين و الشيخة الشيخة الصباح و الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الطبية و النفسية عصام بن حيدر و نشكر كل المنظمين لهذا المعرض و القائمين عليه و الدعم المباشر لدوي الإعاقة و إبراز دورهم الإبداعي في المجتمع إليكم هذا التقرير و نقول لكم مع السلامة و تصبحون الألف خير و مبروك لنادي الكويت نعال بسلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أتكلم بكل الشفافية عيالنا و أخواننا من دوي الإعاقة أنا كمسؤول في الهيئة العامة كلهم تحت مظلتنا معنا هذا هما يا أخواني يا عيالي يا أبائي لأنه فوق ال 65 كذلك معنا الإنجاز اللي قاعدين تشوفونه بالخلف هذا إنجاز الأشخاص ذوي الإعاقة الإعاقات الذهنية كلمة الإعاقات الذهنية معنى الإعاقات الذهنية شديدة لما تنجز هذا الإنجاز معنى أي شخص ذوي إعاقة يستطيع ينجز أكثر من ذلك معنى هذا الدعم البسيط اللي عطانا هذا الإنجاز لو دعمناه دعم أكثر راح يكون إنجازة أقوى من ذلك إحنا في الهيئة العامة لشون ذوي الإعاقة إحنا مصممين أن نبرز جميع إنجازات الأخوان ذوي الإعاقة طبعا اليوم أنا حضرت افتتاح المعرض المنتجات ذوي الإعاقة والتي نظمت الهيئة مشكورة طبعا هذا شي ممتاز إن الهيئة تقوم بأول عمل من هذا النوع وإندل هذا الدعم كبير من الهيئة والمجتمع طبعا نشكر القائمين على هذا المعرض لإبرازهم قدرات ومدى تجانس ذوي الإعاقة في تواجدهم بالمجتمع وإبراز قدراتهم في المنتجات الفنية إحنا لاحظنا منتجات فنية جيدة قيمة طبعا أنا أشكر الكل وأشكر الهيئة العامة لذوي الإعاقة على هذا العمل الجاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر